بسم الله الرحمن الرحيم و اهلا بحضراتكم وحشتوني كتير جدا في الشتاب نعمل ايه؟ عايزين نعمل حاجة بس المرضي مش بالسكر هنعمل الباسكوت المملح دوت احلى منطاق واحلى من اي باسكوت مش هيكلفكو حاجة خالص خالص وهو مكونين بقى تلات مكونات بس للباسكوت دوت واي حد يارف يعمله من غير مكانه الشكل بتاعه امره سهل جدا نفرح بيه اولادنا نفرح بيه ديوفنا نتباهى قصاد العيلة هقول لكم على المكان حتى اللي ممكن تجيبوا منه الحاجات دي زي بتاع تلعب الاطفال وطلع لكم زي الباسكوت اللي بيتباع في افهم محل او في افهم الفران او المخابز القيمة قوي تلاقوا الحاجات ديئت ممكن تلاقوا الحاجات دي حتى بيفطروا بيها في اوروبا اللي هو الباسكوتات المملحة وممكن تاخد جبنة ممكن تاخد فليبر كتير مقدرنا ايه؟ مقدير سهلة جدا 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 ركزوا معي 400 جرام دقيق او كبايتين كبار من الديق 200 جرام زبدة لينة او كباية من الزبدة ربعة كباية سمسم او معلتين كبار من السمسم نص معلقة صغيرة من الملحة اتنين بيت بس خلص الموضوع الطريقة والله ما تشوفوها سهلة جدا لو عايزين نعمله في طبق بنحط دي مع الزبدة مع الملحة فارق ميبقى زي الفتاتة ونربط بالبيت بس خلاص طيب احنا قلنا ان نشيب محمود درع واجعه ورجل كبر وعجز بقى خلاص فبنحط الزبدة على دي على الملح مش هحط السمسندولات عشان مش عايزوا يتهرس مثلا الكلام دوت هبتدي اخده كده فارق يبقى زي الفتاتة فتاتة الخبز زي كسكس يعني كده اهو خلاص اهو منازل بايه اهو منازل بمادة سهلة تربطه اللي هي ايه البيت هنزل بالسمسم خلاص لان خلاص دي اتفرق ولو دنيتني ورا برضو هيتحاول لعجينة بس لازم حاجة تربطه هنبدأ ننزل دلوقت اهوت بالاتنين بيت بالشكل دوت واللف العجين ومش عايزين ناجين فيها كتير اوى جماعة اول من العجينة تلم خلاص سبها ترتاح شوء اوى شكل عشان مش عايز العجينة اتعظم مني انا باكل بسكوت بسكوت يعني حاجة بتدوب في البقى فهو ده اللي بقولوكو عليه ده من اسرار نجاح البسكوت ان احنا ما نعودش ناجين في العجينة حتى الكحكة ما عودش عجين فيه كتير عشان ما يضربش معي علقة بس شكرا متشاكرين جدا جدا ايه الاخبار كده الدنيا تمام حلو اوى بالشكل دوت بنطلع العجينة حطاها على الرخامة اسابها ترتاح شوية بعد حدود ربع الساعة كده العجينة اللي انا عملتها ارتاحت فبتدي اشكلها تتشكل معي مش هطول ايه ابدا حاجة من الاثنين لو عندي سيليكون هفرد عليه على الرخامة اهلا وسهلا هفرد على الرخامة بس ضروري اعمل الحركة اللي هوريها لكو دي دلوقتي لما اجي اشكل البسكوت او اجي اشيلها لو لازق في الرخامة شايفين هي دي الحركة دي سحبت من تحت العجينة بالاسبطول او بالسكينة فبالتالي لما اجي اشيلها تبقى متهل سهولة يلا يا عم ورنا كده الاستنبات دية موجودة رخيصة جدا مش غالية زيرو اثناشر تمانية اربعة ثلاثات سبعة تلاتة اثنين ده استاذ ياسر عنده كل الاستنبات دي ومش غالية تعملي بقى سابليه تعملي بقى سكاوتات يا اهلا وسهلا هنا انا بدي هنا بس دي خبط نزلة على طول ادتني الشكل لحضراتكم شايفينه ده ولا بقى احسن من المصانع وبقى حضرتك احسن من المخابز واحسن من اي حد واليوتيوب في موجودين احسن مشيب محمود كتير هيدوك برضو مادر عجين وتشتغل برضو بالاستنبا دي ده في استنبا تاني هوري هالكو هيد دلوقتي واحدة التالتة كمان دي لقيتها برضو جميلة الشكل ده عجبني جدا مميز اوي شكله جميل اوي دول دول بتفكر بتعمل من الفيزيق شارباط وبيع ده ممكن تعمل للدولة متصدرها ملايين الملايين ودخل غير عادي الناس عايزة تشتغل وعايزة تنتج وعايزة يعني واخدين 8 ساعات شغل 8 ساعات شغل وانا معلش انا بتكلم كده لاني من عشاق الشغل من عشاق الشغل ادي كده شكلين فضل انا كمان شكل برضو ممكن اتفرج عليه دلوقتي وهما اقصر الاشكال طب انا في اي حتة تانية او محافظة او ما معيش ممكن بفنجان ممكن باي حاجة دي طبعا كنا بنعمل باب سكوت زمان فاكرين شايفين الشكل الممائز جميل اوي شايفين اعمل ازاي اهم حاجة بقى السوا يا جماعة برضو نبقى عارفينه هكلمكو عليه دلوقتي وما تخلوش العجينة تخينة ثميكة يعني السوا ضروري جدا يا جماعة بعد ما روس بصات كده وفرقه درجة الحرقون يعني 170 ما نزودش ونزبر عليها عشان تاخد اللون الاحمر من بره وجوه مش تاخد دون احمر من بره من جوه طبق بيضة البسكوت قلت يعني اللون بره يبقى زي جوه انا بعلمكم والله ورزق على الله ومعاش اللي يعلمكم ولكن النقاط اللي قابلتني في حياتي وكان نفسي عرفها وحد قلها لي انا بفرح اهم واحد يقول لي على معلومة والله فبديها لكم بقلوكم عليها هنا ده بقلو بتاع عشر داعي هنا قعد معي تقريبا بتاع 25 دقيقة اللي داني اللون المميز اللي حضراتكم شايفينه ده اهو بابتدي اقرصوا الرصة ديت وليلي بالله عليك اي رأيك وما بطلبش منك تجيب زبدا نيوزلندي ولا ولا بلدي لا فيرنة او جنة الموضوع كله ممكن يكلفك عشرة وخمسة خمساشر جنيه اول بيدي اتنين جنيه ماشي لحد يقوله وراح فينه وهدي الشكل المميزة وطلعة تمشي بس الخطوات زي ما بقول لحضرتك مش هيبقى في حد زيك ابدا في الدنيا عشان دايما اقول ايه لان مفيش حد زي حضرتك شايفين التوريق عاملة زي شايفين منبرة زي جوا زي اللون احمر هو ده اللي عايز اقوله لايك وشير للفيديو ربنا يكرمكم ويحفظكم ويجعلكم اهم حاجة في العالي كده ومستفيدين باذن الله اشتركوا في القناة